اشتركوا في القناة وعقب الجلسة ادلى سعادة المساشار راشد محمد بنجماء الامين العام لمجلس النواب بالتصريح الذي استعرض فيه الردود الوزارية على الاسئلة النيابية وخلال الجلسة تمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2017-2018 وللعام 2018-2019 بعدها قرر المجلس عدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة المالية المنتهية في 2017 والسنة المالية المنتهية في 2018 وتمت احالتهما لمجلس الشورى فيما قرر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 2017 والسنة المالية المنتهية في 2018 وتمت احالتهما الى مجلس الشورى طبعا اليوم مجلس النواب عندنا مناقشات اكثر من ملف تخص المالية الحسابات الاختامية حسابات الاجيال بالاضافة الى تقرير ديوان الرقابة 2017-2018 بالاضافة الى تقرير 2018-2019 طبعا تقارير كلجنة مالية حطينا توصياتنا وحطينا استنتاجاتنا وشنو الأشياء المفترحة لأصحاب السعر النواب وكل واحد لهم مطلقة الحرية في استخدام ادوات الرقابية نحن كالاجنة مالية حطيناهم ليضاءات واغتراحات وهذه العميلة امانة هي غير ملزمة للنواب وهما احرار في استخدام ادواتهم الرقابية